في أرض الوجيه تمام في أسيوت عمدة قرية الزرابي نجحت زراعة القط الأورجانيك بإنتاجية غير مسبوقة 18 انطار وتثبت أن زراعة القط يمكن أن تكون مربحة للمزارع التجربة أشرف عليها العالم الكبير الدكتور محمد فتحي سالم رائد الزراعة الحيوية خليكم معنا من مية النيل العظيم اللي قدام حضراتكم ومن أرضنا الطيبة وبجهد وعرق وفكر الجدعان اللي قدام حضراتكم بننتج القطن المصري أفضل أقطان الأرض على الإطلاق دلوقتي حضراتكم بتزوروا معنا عزبة الوجيه تمام في قرية الزرابي بمركز بوتيج في أسيوت هناك بيزراع القط نجيزة 95 أورجانيك يعني حيوي زراعة بدون مبيدات أو أسمدة كيموية والمفاجأة أن متوسط الانتاجية مش هيقل عن 18 انطار للفدان وده معناه أن صاف الربح مش هيقل عن 27 ولا 28 ألف جنيه بجد زي الفل ورضا جدا اللي بيحصل لغاية النهاردة وخلى المزارعين يمتنعوا عن زراعة القطن من وجه بحري لغاية وجه قبلي هو أن الفدان بيجيب من 7 لـ 8 أنطير ده المزارع الشاطر وفي قاعدة بتقول أن تكلفة زراعة وجني القطن يغطيها بالكامل حوالي 4 أنطير وبالتالي يدوبك مكسبه هو 8-3 أنطير ولو مأجر الأرض يبقى يدوبك مكيت يعني مكسبش مليم في 150 يوم تقريبا هي عمر زراعة القطن أو 5 شهور وبالتالي أمر طبيعي أن مساحات القطن تنزل من 2 مليون فدان من 25 ولا 30 سنة لمية وستين ألف فدان السنة دي طالما المزارع مش بيكسب وبيضوخ بمحصوله ومصانع الغزل بتستورد القطن ب7 مليار جنيه هنزراعه ليه؟ طبيعي نتراجع لـ 1% من حجم إنتاج القطن عالميا بعد لما كنا أسياد العالم في زراعة وتصدير القطن المهم ربناك العادة عشرحين بينا وبيحب البلد دي وهبنا الناس اللي قدام حضرتكم واللي أمنه فكر الدكتور محمد فتحي سالم العالم الزراع الكبير ورئيس مركز أبحاث الزراعة الحيوية بجمعة السادات وأستاذ أمراض النبات وهو قدم حلول عملية زود إنتاج القطن وكسب المزارع ووفر المحصول وكله أورجانيك وده ليه تمنوا كمان عالميا خلي بالكم انطار القطن الأورجانيك بيوصل لـ 600 يورو دلوقتي إحنا في أراضي الوجيه تمام عمد أبناء عمد في قصيوت أهل كرم وأولاد أصول وخادوا تجربة زراعة القطن الأورجانيك بالتزام كامل تعالوا نفهم التجربة وإزاي الإنتاج تقريباً الضاعف من الدكتور محمد فتحي سالم إيه التجربة اللي احنا شايفينها دي وإزاي وسط الإنتاجية كده والإخصاب بالمنظر ده بحيك الأول إنت وفريق جدعانا محمد بن الشرفونا في قصيوت في الجو الحار ده لازم أقول للناس من دقت حرار النرى بتعدي 48 درجة مقوى أنا وأنت وحيين في جو شديد الحرارة جدعان جدعان الحمد لله ربعمين الثانية زي أنا بحكي على حق كده إحنا متبانين أنا والتيم اللي معايا إن إحنا ننشر مفاهيم الزراعة الحيوية في مصر كلها القطن خبالك إحنا المساعر المنزار على رقم صادم أقولولك شوية إحنا لغاية سبعة وتسعين تمام وتسعين كمتازر على اثنين مليون وتتعة من عشرة مليون فدان يعني اثنين مليون وتتعة من عشرة مليون فدان النهار ده لنا نتجاوز مية وستين ألف فدان والفلاح عنده حق وليه لأن الفلاح بيخسر بيخسر أما أقول لها حريك عن إيه بيخسر لأن عنده أحمد بيديو قنية نقطة مهمة عما يجيب ستة انطار فتلاقي الفلاح لو أخد كريدت من البنك كارد مش عايف يصدد كارد القطن زي زمان دلوقتي إحنا هنا نقدر قدر أقول لك بقلبي جامد بالمفتشر كده لو إحنا جايبين الانتاجية دي كده كده أرجع معاك تاني كده قطن كده كده والناس تعدوا معنا كده وقطن ما زال عندنا نعرف نجمع منه جامعة لا لا حاجة ما تصدقش حاجة ماجيك حاجة ماجيك أنا برا حاجة هو الجزورة هي والنباتة هو أنا عايز أقديك مثال أحد أسباب نجاحنا الظهرة القطن دي وأنا بشدها هو كده هو كده الظهرة دي تخصى فيهم واحدة محمد بي تخصى فيهم واحدة تمام؟ إيه التريك اللي في الموضوع لازم نرش في منتج اسمه لوفا كيراش ورقي سمات حية وورقي يجبر أن الظهرة ده يخصب في نفس اليوم وتديني لوزة وتديني قطن زي ما لحراك شايفه كده خلال خمسة وخمسين يوم كده الظهرة هو أبيض بزيادة عن القطن العادي في عنا؟ آآ بشهد للناس كلها قبل ناصع البياط كده كده ده ناصع البياط بس أنا بشيره بصها الدكتور بسهولة خالصة بص شايف أكنه بجد يعني أكنه حلاة ولكن اللي عايز أعرفه ده مش ممكن يقع ده مش ممكن يقع ده أنا عايز العمدة موقع انت شفت بيقات النهاردة في زهرة وقع لا أنا ما شفتش بس أنا بسأل شوية هوا شوية رياح القطن ده ناضج يخش على ثلاث أسابيع من نهاردة بداية تفتيح القطن عند العمدة تمام هنا مش أقل من واحد تمانية تمام؟ طيب لما إحنا عملنا كده إليه بقول له حلاك إحنا عايزوا يجمع لربعتاشة انتار الأول ياخدهم وبقالنا حوالي خمس ستة انتار عشان أقرر بالتمنتاشة وتسعتاشة انتار لازم يجمع ده الأول ويحافظ لي على الزلوز اللي جاي ده جاي ده جاي ده عشان يجمعه مش أقلي خمسة وتتاتين اربعين يومانا ده طيب طيب بيفرد أنا وراك اهو ده تلت محصول وده قدامك ده كله مفتحش ده تلت محصول طيب هل ممكن بقى نوصل لوصلنا اللي بتكلمك عليه لو طبق المعاملات الزراعية بتاعتنا كلها هلنقفل عشرين انتار بقالب جامع فراجة ده يكلم في الفدان ما يكلم من حوالي خمسة ستين ألف جنيه وانت هنا استخدرت معافة تسميد النوفا بلاس نوفا بلاس ونوفا كي ورش الوراكي ونوفا كي بس اسأله ما عملتش حاجة تاني اللي احنا منقوله ده دكتور ده أنا شايف الحل الأمثل لأزمة القطن في مصر ايوه ايوه لدولة هتدعم لا 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 ولا فلاح هيخسر ايوه ايوه كله هيبه كسبان ايوه ايوه حتى المصنع هياخد بسعة معتدل مهلنتات كبير مواصفات الجودة بتاع القطن ده لو بكلمك بمورد إلا ده مش أقل من تهت تلف جنيه خلينا اكد الحاجة ان هنا متحطش جرام واحد كماوي خالص وهتسأل مزارع مويت كميوه ممويت كميوه ممويت كميوه كل أورجانيك صح كده هلأى حد بقى اشتري منه كلام ده جايبين بقى شركة سويسرية يعني أنا بعد تعب ده كله موعمل اشتري حاجات حيوية وفي الآخر حبيها المحصول للفردية قدامنا المزارعين الأورجانيك في مصر اثنين بطسوية في فترة تحول محمد بيه بين كميوي الأورجانيك عشان نطلع شهادة الأرض دي أورجانيك مية في المية القانون يقول الترانزيشن بيديو تفتر تحول سنتين في المحاصيل اللي ذا دي أشجار الفاكهة 30 سنين 36 شهر اعتبر إن إحنا في 18 شهر عايزين نحاول الأرض دي من كميوي الأورجانيك الكامل بشهادة يعني إنه ناخد عنا بالطربة عينة من المية عينة من النارات في نفس الوقت نحل زيرو رزيديو زيرو متبقيات نطلع لعشهادة لنا فارم السيرتفكي دي أورجانيك يبقى أن ده الفاكتور أولاني زراع أورجانيك الفاكتور الثاني عندنا معادلة حلو قوي العالم كله مجمع إن الزراعات الأورجانيك أقل من الزراعات الكميوية بتاعتين في المية تمام؟ من 24% إلى 35% قليل إذا حالك بيجيب انطار أنا أجيب سبعة من عشرة انطار تمام؟ علميا كده طيب هل ممكن بالأورجانيك وأنا بازلع قطنة زي ده إنت حالك تجيب انطار أنا أجيب اثنين انطار العقل بيقول لا إحنا عاملين ده في مصر العمدة تمام جراني وزرعين جمي منه كماوي يقول لك ما يجيبش تلت المحصول ده يقول لك الناس يسا فتحش عنها أصلا أه التاجر اللي بيجمع له نهاردة بقول له جرانا كده قطنة كماوي لسا ما فتحش أصلا طحيح فتحش لوز إيه اللي عاملين عند العمدة تمام؟ إن بني قد يكونوا تعب مننا في كده جينا في وقت معين وإنت حتراك تسأله أقول له جيد دكتور محمد تكلمني تليفونيا نشيبه يومي لازم ترش النهاردة نوفاكي وهسيب ثلاث يام عشان عندي عقد عندي زهر والمعاقدش مش هلاقي بعد ستين يوم حصول يعني عندنا فترة الإخصاب دي مهمة جدا في القطن وإحنا درسينها كويس جدا عشان موضوع الإيجاد الحراري في قصيور هتقدر الدكتور لو فيه ناس عايزة تتوسع في زراعة القطن في الموسم اللي جاي في الموسم اللي جاي نقدر ان احنا تساعدهم ونتوسع معاهم اوه تسأل خالص أنا هعمل مفاجأة ليك وللبرنامج أي شاب في الصعيد ركز في اللي أقول لك عليك أي شاب في الصعيد عايزة يزرع قطن في الصعيد كل فدان قطن إحنا مبارعين بخمسين فلمائة من ثمن وقسمت فري يعني لو كان الفدان بيكلف ماهي لكم مية جنيه احنا مبارعين كالشير كوترول بخمسين جنيه فري نبدي تسماد نص ثمن وقر من خير برنامج جدا عام العمدة محمد تمام بأسيوت هيحكي لنا تفاصيل زراعته للقطن الحيوي وإزاي إن كسافة الإنتاج كان مفاجأة ليه شخصيا الزرعة عامت معاك السنة دي زرعة القطن الحيوي عرفتوا منين بدأت إزاي جميت قلبك إزاي إنك تزرع قطن تمام وطبعا الفضل الأول ربنا إننا منتابع برنامج جدا عام خطوة بخطوة عمد ايه؟ عمد بتتابع برنامج جدا عام؟ يعني صراحة ربنا يزيرك يعني من اللي التعامل مع الشباب والناس اللي ماصروا بكل حد طبعا تبعت سيادتك شفت المنتج قلت أجربه لقيت برك دخلت أصاب حسيادتك لقيت الرقم بتاع الأستاذة رشمهندس علي حارس توصلت معا الرجل مشكورا برضو الرجل جداني قال لي هنا فيه واحد لينا بيبيع المنتج بتاعنا طب قامشي إزاي؟ قال لي انت كده خضرت يعني ما مشيتش معا من أول برنامج من أول الزراعة لكن انت خضرت بديت في الغسلة بتاع طلق قال لي ادي الفدان جركنين نوفا بلاس تمام عطيت جركنين في الميا نوفا بلاس فواتنا مي دينا في الميا الثالث قال لي ادي جيركن وبكده أخد معايا كم جيركن? تلات جراكن للفدان نوفا بلاس دينا بعد النوفا بلاس قال كده ايه تلات جراكن كده تماما مع التربة اشتغلنا في النوفا كي اللي هو الرش تمام طيب يا بشماندي زعلي عشان التزهير وعشان خاطر تخصيل والحشرات برضو اللي هو التربس والبياضة والحاجات دي طيب يا بشماندي زعلي مارشش بتاع الحشرات قال لا خليك عن النوفا كي برضو كرشيت كان نعطاني مفروض رشيت أربع جرعات نوفا كي تمام كل جرعة بينهو بين التانية حوالي عشرة اتناشر يوم تمام طيب يا بشماندي زعلي مرميش كيماوي قال لي لا بتنميش كيماوي خالص طيب الزرع هيقوم الزيم غير كيماوي قال لي دي مسؤولية نحن برضو كالزرع وانا متابعه برضو ما اكدبش عليك اني هشوفوا نافعة ومش نافعة مش نافعة كو تهرمي كيماوي لأ صراحة كان الزرع جايم حلو التربة نفسها غيرت معاي يعني التربة عندنا احنا هنالأرض زرعة وفيها هي نسبة ملوح صراحة ترى اللون الأرضي غير الحمد لله كانت الأطوال حلوة اللمون كان يعني فوق المية للمون للصجرة ستة قدامك هو الحمد لله عن فوق من 120 و150 و170 170 للمون طبعا اروح انا بص على رمين كيماوي دنبي في فرق دلوقتي هنفحص شجرة قطن ونعرف عدد اللوز عشان نقدر نحسب متوسط الانتاج هيبدأ عدد لوز القطن المهندس علي أبو الحارس مدير منطقة الصعيد بشركة رويل جرين تكنولوجي دي شجرة فيها أربع تفرعات أو خمسة دي واحدة دي اتنين دي تلاتة دي أربعة دي خمسة دي تسميها تفرعات والأم هنا الستة هنجيب طبعا عدد اللوز اللي طالع معانا في كل شجرة دي واحد دي اتنين دي تلاتة دي أربعة دي خمسة دي ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر ستاشر سبعتاشر تمنتاشر تسعتاشر عشرين واحد وعشرين اتنين وعشرين تلاتة وعشرين اربعة وعشرين خمسة وعشرين ستة وعشرين سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين مية سبعة وعشرين تمانية وعشرين تسعة وعشرين تلاتين واحد وتلاتين اتنين وتلاتين 33-34 35-36 37 38-39 40 41 42 143 143 لوزة طيب احنا في العادي مفوضة 40-50 لوزة في الشجر العادي صح كده من 30-40 دي 145 بس ده معناه ايه؟ الديني مدلولات ليه؟ مدلولات ليه طبعاً النوفا بلس غيرت معالم التربة قدت مجال للتهوية الارض فالجزور ابتدت تشتغل في الارض صح خدت مدى اطول فابتدت تبديني النمو الخضر اللي حضرتك شايفه دخلنا بعد كده بالنوفا كي على مراحل معينة في بداية التزهير بنبتدي رش النوفا كي اربع مرات كل خمس او ستة ايام يبتدي كل الزرع ده يضرب مياه زهر بعد الزرع على طول كل ما يدي زهر يديني طول قد ديلي نوفا كي كل ما يديني هياك خضري او ما يديني نوفا كي يديني تزهير تزهير يوم مولد اللوز اللي حضرتك شايفه ده يوصل معانا للأحجام دي محمود تمام من شباب السعيد الواعد من عائلة الوجيه تمام وهو اللي بيقود الفكر الجديد في آل تمام وخلي بالكم أس الشركة اسمها فارم توفارم بغرض تسويق انتاجهم الزراعي بنزرع حوالي خمسين فدان كذا محصول الفكر ده هيودينا الفين من وجهة نظرك يعني انت هتسويق فين شغلك هل هتتوجه للتصدير ولا سوق محلي هو الفكرة من الأول ان احنا قبن عن جد عندنا انشطة الزراع يعني من خامس جدة تقريبا عندي متميزين في حيث الزراع ان احنا عندنا فيه مساحات بنزرع محاصيل مختلفة بنحاول نكتهد فيها بعد شغلي في القطاع الخاص لمدة عشر سنين حبيت ان انا اتوجه ان انا اقلب الشغل ده من طريقة اللي هو الطريقة العادية اللي احنا بنعملها لشغل وفكر مؤسسي ومن هنا جات فكرة انشاء شركة لها تلات أفرع في مجال الانتاج الحيواني مزارع انتاج حيواني في مزارع الانتاج الداجيني وفي الزراعة ممكن تدخل من هنا الكمبوس وتحطه هنا كانت الفكرة الأساسية ان انا اعمل تكامل ما بيني الثلاثة انشطة دور وخصوصا ان انا اطبق فكر الأورجانيك بدأت تتسوى وبدأت تشتغل احنا من أسيط هنا اولا دلوقتي احنا برضو بنعتمد كتير على الماركتينج ديجتال او التسويق الرقمي يعني عن طريق المنصات الفيسبوك والانستجرام الناس برضو بدأت تلمس الحاجات دي فأي حد بيتارجت اللي هو العميل اللي بقى فاهم او مقدر اللي هو الأورجانيك هيعرف يوصله من فدلوقتي كمان عندنا برضو فيه ناس في اللوجيستيكس بنستعين بها معانا في الشركة ازاي ان احنا ننقل لو السوق هنا في قصوت لسه هيبقى داية على موضوع الأورجانيك ازاي ان انا نوصل للاسواق كبيرة زي القاهرة مثلا ومحافظة اسكندرية من بس ان يكون عندهم استيقى ان هو طالع من الصعيد من أرض الصعيد اللي هي فيها الخير دلوقتي هنقابل الدكتور هشام صلاح المدير التجاري لشركة رويل جيرين تكنولوجي واللي بتنتج اسمدة النوفا بلس الحيوية ومركب النوفا كي الخاص بالمكافحة الحيوية للأفات السعر بتاع النوفا بلس والنوفا كي هنقلز عرف هالسعر في متداول المزارع ان هو يقدر يتوسع معنا في الزراعات الحيوية ولا لا طبعا احنا عندنا المتاجات نوفا بلس ونوفا كي يعتبر 70-80% من الاستهلاك الكيميائي اه كمان عندنا هنالله هو هكلف الفدان ألف جنيه كيماوي هكلف النوفا بلس 700 جنيه اف حديد اف حديد دي شاركنا في زيارة أسيوت الدكتور الدسوئي تشيش أستاذ المعاملات الزراعية للأطن بمعهد بحوث الأطن في وزارة الزراعة وكان الهدف هو تقييم التجربة بالكامل ركزوا معاه انا عايز معارك تقييم كامل اللي شفنا النهاردة الأطن من شاء الله فوق الممتاز زي ما احنا عارفين ان استخدامنا النوفا بلس عام كلام عام بالنسبة سواء في وجي بحري أو وجي إبلي ان هو بيدي احنا بيعتمد على المناعة الطبيعية للنبات ان احنا بنقوي جهاز المناعة جوه النبات نتيجة للتسميد المتوازن داخل المركبات الحيوية لان انا بدي الحمل الميكروبي للنبات بحيث ان هو يوصل للكميات اللي هو عايزها من نيتروجين والبتاسم والفسفور وبقية العناصر الستاشر الموجودين كل الهدف من الموضوع ان انا عايز اطلع نبات قوي يتحمل الحرارة ويتحمل ويقاوم الامراض ويقاوم ديدان يعني ورقة كل ما تبقى الورقة يعني فيها نعم الخشونة كل ما تبقى الدودة قربها له غلط المين ما يقدرش يقرب لها لكن الانتاجية هنا لو جينا نخصص بقى على موضوع الزيارة بتاعتنا هنا على الجيزة الـ 95 فماشاء الله القطنة طبعا عزد اللوز فيه المتفتح ما شاء الله كمية كبيرة جدا اللي بنلاحظه من المركبات الحيوية مجموعة حاجات كثيرة جدا اول حاجة ان احنا ما نجي نشوف يعني البنت اللي بتيجني او الولد اللي بيجني بلاقي لوزة سهلة في شدها عم يدي ايضان كده اللي هي طلعة طلعة سليمة بسابتش اثر في قلب الله ده ها نتيجة لان التسميد المتوازن من البتاسيوم والنتروجين والفتسفور اللي هو الـ NPK تسميد منتظم وكويس والدليل على ذلك ألاقي اللوزة كبيرة ده نتيجة البتاسيوم ألاقي لوزة سهلة طلعة على ساس خاطر الفتسفور ألاقي النبات قوي على ساس النتروجين يبقى انا عملت التسميد المتوازن بتاعي كل حاجة كويسة التجربة ظهريا نجحة بشكل كبير جدا وممكن تعيد أمجاد القطن المصري وقدامنا 25 يوم ويبدأ الجاني مرة تانية للقطن بعد لما حققنا في الجانية الأولى متوسط 14 انتار للفدان والمتوقع ان الفدان يعمل مرة تانية من 4 ل 6 أنطير جديدة تغطي تكلفة الزراعة كلها أما الـ 14 انتار بتاعة الجانية الأولى فهي مكسب صافي للمزارع هايل طبعاً تشاهدون بعد الفاصل فريق الجدعان في محطة الأشقاء الثلاثة الجدعان خالد ومصطفى وأحمد والذين تخصصوا في تصدير الحاصلات الزراعية المصرية إلى جميع أسواق الدول العربية بجودة تضاهي وتنافس صادرات مصر من القدر والفاكهة لأسواق أوروبا وأمريكا والطريف أن قصة الجدعان الثلاثة بدأت باستثمارات لا تتجاوز 2500 جنيه قليل موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة